نروح لبقى للأندية المصرية وتحديات شهر نوفمبر ونبدأ بالثنائي المصري المشارك في البطولة الكونفدرالية نادي الزمالك والنادي المصري بورسعيدي والاتنين في مجموعة واحدة وهي المجموعة الرابعة ومعاهم أندية نيامبا من ناجيريا وبلاك بولز من موزنبيق وهي مجموعة مش سهلة لأن نيامبا واحد من كبار أندية القارة وأكيد تذكرة التأهل للدور ربع النهاية هتكون عليها منافسة كبيرة جدا بين الثلاثي الزمالك والنادي المصري ونينبا نادي الزمالك هيكون بيبدأ مشواره من هنا من القاهرة هيكون يوم 27 نوفمبر أمام بلاك بولز من موزنبيق وأكيد التلات نقاط مطلوبين بشكل كبير أنه أي تعثر في المباراة اللي هتكون في القاهرة بيكون بيصعب الأمور من البداية خصوصا لما بيبقى المنافس متاح هيكون حاجة رخمة أنه أنت تكون مش بتحقق التلات نقاط قدامه وإن كمان مواجهة نيامبا وبلاك بولز خارج مصر بالنسبة للزمالك مش هتكون أسهل حاجة ده غير كمان أن نادي الزمالك هو بطل النسخة الأخيرة فنتمنى أنه هو يكون بيمشي بشكل جيد ويكون قادر على الوصول لأبعد نقطة هو نادي المصري في هذه النسخة من كاس الكونفدرالية الأفريقية وأكيد المدربين هيكون عندهم تحديات كبيرة في هذه النسخة